موسيقى موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كوشك الصحافة وفيها من موقع يمن مونيتور يمنية عالقة مع أسرتها في مطار جيبوتي منذ قرار الرئيس الأمريكي موسيقى وموظفة أممية تقول اليمن عادت عشر سنوات إلى الخلف وفقدت الآلاف من أطفالها موسيقى وفي أكثر الأخبار قراءة كنيسة أمريكية ترفع الأذان ردا على قرارات دونالد ترامب موسيقى أهلا بكم تناول موقع الموقع بوست واحدا من الموضوعات التي تهمل أثناء الحروب وعنون الموقع في صفحته الرئيسية مخاوف من كارثة إنسانية قد تصيب الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الحرب ويقول الموقع تسببت الحرب الدائرة في اليمن بمضاعفة معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا بعد أن غادرت عشرات المنظمات التي كانت ترعى الآلاف منهم يفيد الصندوق الوطني لرعاية وتأهيل المعاقين أن الحرب الدائرة في البلاد خلفت خمسة آلاف معاق حركيا إلى الآن متوقعا ارتفاع الأعداد خلال الفترة المقبلة الاتحاد الوطني لجمعية المعاقين قد أكد في وقت سابق أن أكثر من 350 مركزا ومنظمة ومعهدا خاصا توقف في اليمن بعد نشوب الحرب وانقطاع الموارد تقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أن اليمن خسر عشر سنوات في مجال الصحة وأطفاله يموتون جوعا ووفقا لموقع المشاهد نت فاليمن فقد مكاسب حققها على مدار عشر سنوات في مجال الصحة العامة نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية وأن ما يصل إلى 63 ألف طفل ماتوا العام الماضي جراء أسباب كان يمكن منعها لها صلة بسوء التغذية وقالت ميرتك سيل ريلانو ممثلة اليونيسيف في اليمن لرويترز في جنيف ما يقلقنا هو سوء التغذية الحاد الشديد لأنه يقتل الأطفال عدنا عشر سنوات إلى الوراء بسبب النظام الصحي المتداعي والصراع والأزمة الاقتصادية أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر محمد المصفر كتب مقالا موجها إلى القيادة الشرعية في اليمن وقال في جزء من مقاله المنشور في الشرق القطرية تمكنت القوى الوطنية الشعبية والجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي من تحقيق إنجازات على الصعيد العسكري فحققت انتصارات على البغات في أكثر من جبهة أهمها عندي ميناء المخى وما جاورها ولو أن هناك جيوبا مشاوية ما بارحت تقاوم حتى النفس الأخير وتحتاج إلى ملاحقة من كل القوى الوطنية وكذلك حقق الجيش والمقاومة الشعبية الوطنية تقدما في جبهة مأرب وجوف نهم ومواقع أخرى بمساندة قوى التحالف العربي لكن على هذه القوى أن تتشبث بالأرض التي تم تحريرها من قوى التحالف الثنائي الحوثي وصالح ومن خلفهم إيران إن قوى التحالف العربي مطالبة اليوم بأن تكثف إمداد الجيش اليمني بكل ما يحتاج من أسلحة وعتاد ومال ليتمكن من تحقيق المهام الموكولة إليه إن الإمدادات العسكرية والمالية يجب أن لا تكون بالتقصيد لأن التأخر ولو ساعة واحدة عن تزويد تلك القوات بما تطلب يؤثر ولا شك على سير العمليات العسكرية معنويا وإداريا من الملاحظ سيادة الرئيس أن بين صفوف قياداتكم في عدن وحضر موت عدم انسجام الأمر الذي ينعكس على الروح المعنوية للمواطن ويؤدي إلى اشتباكات مسلحة يذهب ضحيتها أبرياء كما نلاحظ رفع أعلام ليست أعلام الوحدة اليمنية وهذا يؤدي لفقد الكثير من التأييد على الأقل في الخارج من الذين تهمهم وحدة اليمن واستقلاله واستقراره لا جدال بأن اليمن اليوم يحتاج إلى وحدة جميع القوى الفاعلة على الساحة اليمنية من أجل استعادة هيبة الدولة والطرد البغاتي من مؤسستها إنكم في اليمن تحتاجون إلى الاشتراكي والرأس المالي والسلفي والإصلاحي والناصري والبعثي فلما ينفجر العداء بين هذه القوى من حين إلى آخر إذن إلى موقع المصدر أونلاين والذي أورد العديد من العناوين بينها ميليشيات الحوثي في ذمار تنهب شحنة مساعدات دوائية مقدمة من الصليب الأحمر وبحسب مصادر طبية فقد أفاد مسلحون يتبعون جماعة الحوثي أقدم مسلحون يتبعون جماعة الحوثي على مهاجمة مخازنة تابعة للتموين الطبي في مدينة ذمار وصادروا شحنة مساعدات دوائية قدمها الصليب الأحمر الدولي لمساعدة مستشفيات المحافظة وقال الموقع إن مخازنة التموين الطبي كانت تضم 17 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي نقلها المسلحون إلى مخازن تابعة للجماعة وفي حديث لمراسل المصدر أونلاين حمل مسؤولون في مكتب الصحة بذمار الميليشيات مسؤولية نقص المستلزمات الطبية والأدوية ونشد الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل للضغط على الميليشيات لإعادة الشحنات الطبية المنهوبة والمخصصة للمستشفيات الحكومية موقع الاشتراكينت تابع الحركات الاحتجاجية لأساتذة الجامعات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي نجاح كبير لإضراب أساتذة جامعة صنعاء وكلية الهندسة تعلن تأجيل الامتحانات وقال الموقع أن الإضراب الشامل في جامعة صنعاء حقق نجاحا كبيرا وأفشل كافة المحاولات الساعية لكسره وأكد مصدر المسؤول في الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم في جامعة صنعاء أن نسبة الالتزام والاستجابة للإضراب تجاوزت 90% في كافة كليات جامعة صنعاء والكليات الفرعية في خولان وأرحب والمحويت ومأرب وأضاف المصدر أنه من الصعب على أعضاء هيئة التدريس الاستمرار في العمل بدون رواتب لخمسة أشهر متتالية لهذا جاء قرار الإضراب بعد فشل كل محاولات النقابة في معالجة القضية مع الجهات المعنية ولفت المصدر إلى استحالة اتخاذ قرار برفع الإضراب والرواتب لا تزال موقوفة في ظل تجاهل الأطراف المعنية لمطالب النقابة عن حالة الشتات التي يفترض بها أن تتحول إلى شعلة تملأ قلوب وعقول اليمنيين في غربتهم القصرية كتب جمال أنعم قاله المنشور في المصدر أونلين نختنق بأحزاننا نضيق نشعر بالتعب والوهن ينهشنا الشتات وكل يوم رهاننا على بقائنا وطنا يقاوم كل يوم تحديا لصلابتنا وقدرتنا على الاستمرار داخل الوطني واقعا وحلما موقفا ورؤية فعلا وقولا معنا ومعانا عدم السماح بتأكل الروح وتبدد الوجود وتفسخ القضية والانفصال عن الوطن وفقدان الوهج ذهاناتنا الخاصة والعامة في منفاه حمل الزبير الوطن جرحا وقضية ونضالا وذكريات مقيمة لا تبرح الجسد الزبير نموذج المناضل الثائر المسكون بوطنه إلى ذلك الحد من اليقظة والانتباه كلما نلت لذة أنذرتني فتلفت خيفة من زماني وإذا رمت بسمة لاحى مرأة وطني فاستفزني ونهاني أن يحضرك الوطن حد تحديد أولوياتك والتأثير على رغباتك تصرفاتك وسلوكيتك مستوى من الحب والانتماء والإخلاص والفناء امتاز به جيل الثوار أحرار اليمن الكبار ورغم حياة التشرد والضياع يبدو قلب الزبيري مشتائلا لا تطفئه الريح شعلة القلب لو أذيعت لقالوا مر عبر الأثير نصل يماني هكذا نصل يماني حاد مسقول ولامع مذعرف اليمنيون نصالا ورجالا وحضارة وحضورا وبلادا لا تموت موقع يمن مونيتور تابع ما يحدث للعالقين في المطارات الدولية من اليمنيين حاملين الجواز الأمريكي وعنوان الموقع أمريكيون من أصل يمني يفترشون مطارات العالم تعاني اليمن من حرب مدمرة منذ اشتياح الحوثيين العاصمة صنعاء الأمريكيون من أصول يمنية كانوا الأوفر حظا بمغادرة البلاد نحو بلدهم الثاني وبالسفر إلى بلد آخر لإنجاز أعمال أو لقاء عائلة لكن قرار ترامب جاء مفاجئا ليوقف عودتهم إلى عائلاتهم ويرد موقع يمن مونيتور العديد من قصص المعاناة من بينها ما حدث مع إيمان ذات الاثني عشر عاما والعالق في جيبوتي مع والدتها التي تحمل الجنسية الأمريكية وأختيها فيما يتواجد والدها في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2010 ومع قرار ترامب بقيت إيمان ووالدتها عالقتين في المطار بعد منعهم من المغادرة وتحدثت عائلة إيمان لصحفة ميركوري نيوز وقالت إيمان إنها فقط تريد العودة إلى عائلتها برفقة شقيقتين مع كيسين كبيرين من الهدايا فيما قال والدها أحمد والذي يعيش في كاليفورنيا لماذا يحدث كل ذلك؟ لا أعتقد أن طفلة في الثانية عشر تمثل تهديدا للأمن الوطني للولايات المتحدة إشهار أول اتحاد تجاري لمالكات المشاريع الصغيرة في عدن ووفقا لموقع عدن تايم فإن أكثر من ثلاثمائة امرأة من مالكات المشاريع الصغيرة أعلن تأسيس الاتحاد التجاري وقال الموقع إن الإعلان انتاز بإقامة حفلة غنائية ومسرحية وقدمت الفنانة سهير ثابت وصلاة غنائية فيما قدمت فتيات مشاهد تمثيلية تدعو إلى الاعتماد على الذات ومكافحة البطالة وعروضا لمسرح العرائس والدماء بالإضافة إلى رقصات شعبية ابتهاجا بإشهار أول اتحاد تجاري للنساء وقالت كالثوم ناصر رئيسة سيدات الأعمال في الغرفة التجارية والصناعية إن الاتحاد يؤسس للعمل التجاري الحر ويهدف لمحاربة البطالة وعدم انتظار الوظيفة والاعتماد على النفس وإلى موقع الصحوانت والذي عنون في صفحته الرئيسية محافظ أب يبطل إجراءات الأوقاف وهيئة الأراضي في المحافظة منذ 2014 وقال الموقع إن محافظ أب عبدالوهاب الوائلي أصدر قرارا يقضي ببطلان كل الإجراءات التي تمت من قبل إدارتي الأوقاف والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني منذ 21 سبتمبر 2014 وقضى القرار رقم واحد للعام 2017 بتوقيف مدير عام مكتب الأوقاف بالمحافظة عبداللطيف المعلمي ومدير هيئة العامة للأراضي من عملهما والتحقيق معهما ومع كل من تورط في الإضرار بالمال العام يتابع الموقع شهدت عدد من مؤسسات الدولة بمحافظة أب فسادا ماليا وإداريا غير مسبوق وزادت ممارسات الفاسدين عبثا بأموال الدولة بمكتبي الأوقاف وهيئة الأراضي بدعم نافذين وقيادات من ميليشيا الحوثي وصالح وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا أهلا بكم من جديد صحيفة العرب الجديد قالت في الشأن اليمني مياه الشرب لا تكاد تصل إلى منازل اليمنيين والأسوأ أن الإهمال يؤدي أخيرا إلى اختلاط مياه الصرف الصحي وهو ما وقع في العاصمة صنعاء أكبر مدن البلاد حيث تفاجأ أهالي منطقة مديرية الوحدة وسط صنعاء بتدفق مياه صرف صحي سوداء اللون ناتنة رائحة عبر الشبكة الحكومية لإمداد المياه ولمدة ساعة عملت على تلويث أنابيب الشبكة وبقية المياه المحفوظة في خزانات مياه ستة آلاف أسرة هذه الحوادث هي إحدى نتائج الأزمة المالية التي تعاني منها المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي في العاصمة اليمنية كأسوأ نموذج لإدارة مياه الشرب من المؤسسة نفسها في عدد من المدن اليمنية وكانت المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي سلمت إنذارا للسلطات بأنها قد تشهر إفلاسها قريبا وتتوقف تماما عن ضخ المياه للسكان إثر سنوات من العجز المالي وتعثر متطلبات الخدمة ميدانيا ومن المخى تحديدا قالت صحيفة الحياة اللندنية عن مصدر عسكري في قيادة محور التعز إن عناصر وقناصة تابعين لميليشيا الحوثي والمخلوع محاصرون فيما تبقى من أحياء المخى على الساحل الغربي وأضاف المصدر أن بقية عناصر الميليشيا يتحصنون في منازل ومحلات المواطنين الذين يتجرعون ويلات الحرب والحصار نتيجة الاحتجاز القسري لتستخدمهم الميليشيا دروعا بشرية الملك ترامب فيليب الثالث تحت هذا العنوان كتب الروائي المعروف واسيني الأعرج مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال في أجزاء منه ما الفرق بين عام 1609 مع فيليب الثالث وبين 2017 مع ترامب إلا مسافة أربعة قرون وكأن البشرية ظلت مثبتة في أحقادها وممارساتها المدمرة التي تمنع من نشوء أي فعل إنساني نعيش اليوم زمنا غريبا يهان المسلمون والعرب ولا رد عربيا لحفظ ماء الوجه صمت مطبق على الرغم من أن ترامب لم يخفي عنصريته غير المسبوقة في التاريخ الأمريكي بمنع المسلمين من دخول أمريكا وتشديد إجراءات الهجرة بشكل لم يتجرأ عليه حتى أكثر الشخصيات عنصرية وحقدة لم يتردد ثانية واحدة لتوقيع قرار المنع في مقر وزارة الأمن الداخلي الذي يحد أو يمنع منح تأشيرات الدخول واستقبال اللاجئين والهجرة لمواطني سبع دول معظمها عربية بغالبية إسلامية العراق، إيران، ليبيا، السودان، الصومال، سوريا واليمن بحجة محاربة الإرهاب كأن الإرهاب البغيظة قصر على المسلمين مع أن أمريكا بمؤسساتها الرسمية كانت الراعية الأساسية للإرهاب ولها مسؤوليات كبيرة في تفكيك الكثير من البلدان التي نبت فيها الإرهاب العراق مثلا هذا الفعل العنصري سيحرر الأحقاد الإثنية والعرقية من قمقمها وسيفتح نهائيا بوابات جهنم على مصراعيها المشكلة التي تدور وقائعها أمام أعيننا والتي ناهضها العالم كله واعتبرها عملا لا يقل إرهابا عن غيره لأن العرب والمسلمين هم في النهاية أول ضحاياها قبل غيرهم من الأمم المحزن هو أن ما هو آت أفضع سيتحول العرب كما في الفترة النازية إلى يهود القرن الحادي والعشرين وستفتح لهم المحتشدات في المطارات والصحاري وستنشأ بالتوازي مع ذلك كل المبررات الأيدولوجية لجعل فعل إجرامي كهذا مستصاغا كما في الهولوكوست من الأخبار الأكثر قراءة في صحيفة القدس العربي جاء بعنوان مئات البريطانيين يراهنون على أن رئاسة ترامب لن تكمل العام وقالت الصحيفة بعد أقل من أسبوعين على تنصيبه ووسط غضب من سياسته بشأن الهجرة يراهن مئات البريطانيين على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يستمر سنة في منصبه وتشير أرقام من شركة لاد بروكس للمراهنات إلى احتمال بنسبة 4 إلى 1 لاستبدال ترامب كرئيس للولايات المتحدة في 2017 وقال رئيس المراهنات السياسية في لاد بروكس إن كثيرين يراهنون أيضا على أن ترامب سيواجه مساءلة في الكونغرس أو ربما يستقل أثناء فترة رئاسته الأولى وسيعقد المشرعون البريطانيون مناقشة في العشرين من فبراير شباط بشأن عريضة وقعها أكثر من مليون وستمائة ألف شخص تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي من المقرر أن يقوم بها ترامب إلى بريطانيا لتفادي إحراج الملكة إليزابيث قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية في أحد تقاريرها إن العالم يخسر ألفا وأربعمائة وستة وثلاثين مليار دولار بسبب المدخنين وتقول الصحيفة إنه في العام 2012 كانت تدخين مسؤولا عن أكثر بقليل من مليوني حالة وفاة لدى البالغين بين سن الثلاثين والتاسعة والستين في العالم أي حوالي 12% من إجمال الوفيات المسجلة في هذه الفئة العمرية بحسب ما أظهرت الدراسة وتتحمل أربع دول هي الصين والهند والبرازيل وروسيا ربع الكلفة الاقتصادية الشاملة للتدخين وإلى أكثر الأخبار قراءة في صحيفة الإمارات اليوم والتي عنوانت كنيسة أمريكية ترفع الأذان ردا على قرارات ترامب وقالت الصحيفة صدح صوت الأذان عاليا وسط مدينة بوستن الأمريكية حيث تجمع مواطنون عبروا عن فرحتهم لسماعه تضيف الصحيفة وتجمهر المئات من الأمريكيين في الساحة المحاذية لكنيسة ترينيتي للمشاركة في الاحتجاج على الأمر التنفيذي القاضي بوقف منح تأشيرات دخول لرعاية سبع دول للولايات المتحدة الأمريكية ثقافة الأسوار العازلة تحت هذا العنوان كتب خيري منصور في صحيفة الخليج وقال في جزء من مقالع أليست مفارقة تاريخية ووجودية أن تشيد الأسوار العازلة لمختلف الأسباب الأمنية والعنصرية في عصر يتزايد فيه الكلام عن العولمة والإنسانوية الجديدة التي بلا حدود ففي الماضي البعيد لم يكن سور الصين العظيم قد بني لأسباب من طراز الأسباب التي تبنى بها أسوار أيامنا لأن الصينيين كانوا يدافعون عن بلادهم ضد الغزاة الطامعين والأسوار ليست كلها من حديد وأسمنت وحجارة إنها أحيانا من مفاهيم بحيث تعلو مدامكها في الدفاع وليس على الأرض وبالفعل هناك في عالمنا المعاصر أسوار لا ترى بالعين المجردة لكنها تقبع في الرؤوس حين يشعر مجتمع ما بأنه يعيش في ذروة العزلة وهذا هو بالتحديد مفهوم الغيتو وذات يوم طرح في العراق مشروع تشهيد سور عازل بين الأعظمية والكاظمية وهم توأمان رضعا من الثدي ذاته ورواهما النهر ذاته وإن استمرت هذه المتوالية من أسوار العزلة فإنها ستؤدي حتما إلى انكفاء مجتمعات داخل شرانق أيديلوجية ورغم أن العالم احتفل بهدم سور برلين وبيعت قطع صغيرة من الحديد العالق للسياح على سبيل المثال وبيعت قطع صغيرة من الحديد العالق به للسياح على سبيل الذكرى إلى أن ذلك الهدم لم يكن بشارة أو فالا حسنا لأنه لم يكن آخر الأسوار المفارقة أيضا أن هذه الأسوار تبنى وتعل في زمن العولمة وكأن بعض الظواهر تفرز نقيضها تماما كما أن الانفراط في الحديث عن حقوق الإنسان انتهى إلى انتهاكات وإبادات وقبور جماعية وتطهير عرقي مع اختلاف ثقافات الشعوب تتنوع كذلك الأديان والمعتقدات ففي الصين يحتفل الصينيون برأس سنتهم الجديدة بمظاهر بهيجة وممتعة نتابع معكم هذه الصور المنشورة في صحيفة الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر